ترجمة نانسي قنقر بداية ترجمة نانسي قنقر في هذا الفيديو سنحصل بإحباطه المدل ونحصل بأن هذا المجد التنديم لا تشقي معنا إذن ترجمة نانسي قنقر هذه المسألة نسمعها الكثير من اليوتيوب وكذلك في الفيسبوك الذي لاحظت شيء صورة لاحظت شيء شيء ولمرقاش واحد عدد كبير في هذا الفيديو سيحصل بأنه مرتاح وأنه مرتاح معنوش كلنا ومعنوش معنا هذا الشيء اليوم أخطيت لكم واحد كتاب جميل جدا التي تظهر على القبية هي تأثير الانترنت على الأدماغ وكذلك أن الانترنت تغير جيل الألفية وتغير معنى الحياة مع الانترنت ومع واقع التواصل الاجتماعي هذا الكتاب أخطيت لكم اليوم هو كتاب تغير العقل كيف تترك التقنيات الرقمية بصمتها على أدماغتنا سوزان غريفندل هذا الكتاب هذا من الكتاب المهمة جدا في مجال علم النفس وعلم العصر حيث تتبين طريقة التي تتربيةها بالانترنت على الأدماغة وخصة لسبب الشباب والمراهقين أول ما نظر على السبب هي نشط كاتبة هذه الكتاب الكاتبة هي عالمة نفس متخصصة في هذا المجال العلوم العصبية والنصية وكتبت عشرات الكتب في هذا المجال كنت حدثتها على مؤتمر سنة 2011 كنت في بريطانيا حاول تأثير التقنيات الرقمية وكيفية استعمالها في حياة دينا مستقبلاً وكانوا أعظم الحوض في هذا المؤتمر لديهم واحد تصور إيجابي كانوا براء العمانيين مسؤولي الحكوميين العلماء كانوا تصور إيجابي في الأنترنت والطريقة للإستعمالها لكي مش أنهم يمكننا مضفوف في حياة دينا المهنيات في حياة دينا الخاصة في حياة الاجتماعية في حين الكاتبة كانت عندها أخرى الكاتبة كانت تقول لي أن هذا الأنترنت وهذه الأشياء تنسي عنها الأنترنت أو ما يسمى تقنيات التواصل الاجتماعي قد تكون لها أطار سلبيا أيضاً وخيمة على هذا الجي الذي يسميه الجي الأكتية وخصة بصلا الشباب المراهق وميزة أخرى في كتاب أن الكاتبة تعزز الفردية وتعزز الأطروحة ديناها اعتمدت على واحدة الكبيرة من المراجع وتطلقهم عالت شي كله عبارة عن هوامش دي البحوث العلمية والدراسات الأكاديمية التي قامت بقرأتها وبالاستمد إليها من أجل كتابات هذه الكتاب تتقول الكاتبات بذلكتاب أننا عدنا نشوفة فرضية فرضية تقول بأن الوعي وحده كافي لكي نتعامل مع التقنيات الرقمية ونستطيع أن نواجهها لكن تقول لي أنها لي الفرضية غير صحيحة لأنه نحتاج إلى مؤسسات إلى بحوث علمية إلى وعي دي الحكومات المسؤولين بخطورة هذه التقنيات وكيف أننا نقلل نغة ونتحكم فيها من خلال فرضية تغير العقل الكاتبات في بداية تتكلم لروح ما يسمى فرضية تغير العقل فتقول لي أن الدماغ البشري يتكيف مع البيئة التي يوجد فيها بمثل أن هذه البيئة التي نحن فيها اليوم مختلفة على كل البيئات السابقة إذا نجد أن البيئة التي كان يعيش فيها أجدادنا مختلفة على البيئة اليوم فبالتاة تقول العلمة أن دماغنا يتكيف مع ما نقوم ب اشتغال عليه اليوم مثلا اليوم صفح عن 5 سنين ميكا عن 5 سنين مثلا هو يشتغل في الحاسوب ويشتغل في التليفون ويشتغل في الايباد ولديه مواقع تواصل فبالتالي الكم ذهاب للمعلومات التي تتكلم عنه تغير عقله وتجعله يتكيف معه وهذه الفرض التي تنطاق من النهار العالي مثلا تقول كل الخلايا التي تتشتغل معا تضبط معا في معنى آخر أنه نفهم أنه كان ظاهرة جديدة تغيير العقل التي تفرضى عنا الغلاف الملوماتي الجديد الكتاب تنقسم لعشرين فاصل ولكن أنا أضبط باش نوضح لكم أفكار كل التي تغييرت الكتاب أنا أحاول أن تتكلم على ثلاثة القضايا الكبرى القضية الأولى وهي تأثير الانترنت على مستوى الهوية افتراضية أنه خلقتنا يسمى الهوية افتراضية وتأثير العلاقات الاجتماعية أي أنه موقع التواصل الاجتماعي غيرت مفهم العلاقات الاجتماعية المستوى الثاني وهو تأثير الانترنت وألعاب الفيديو على الانتباه وعلى السلوك العدواني عند الأطفال والمراهقين المستوى الثالث هو تأثير الانترنت على البحث المعريفي أو على الوحوات المعريفية وكيف يسمى العلماء بلغة أخرى تأثير جوجل أي كيف أن جوجل غيرت مفهم دينا لبحث العلمي والطريقة للتعلم كل يوم أن الشعب الكامي عندهم مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك انستغرام وواتساب وغيرهم المواقع وكل مراهقة تحاول يتبداته يتبتهويته من خلال أنه ينشر جموعة من الصور الشخصية له ينشر جموعة من الطريقة كيف يشيعيش ما ما أطلعه كيف يلقى العلماء أن هذا الجيل هذا ما يبقى عنده خصوصيات والله يحاول ينشر خصوصياته مع الناس الشيء الذي يجعلنا أننا نكتسب بواحد الهوية مختلفة عن الهوية التي كنا نتعقلها هذه الشعب هي أن الإنسان عنده واحد ثقة في النفس عنده واحد الهوية خاصة به مسألة أخرى القول العلماء النفس في من خلال ما تقول الكاتبات الكتاب أنهم جموعة من الشباب الأمريكيين تنشروا صور خاصة لهم في الفيسبوك والانستغرام والتويتر التي لا تنشرش فيها صور خاصة فيها أمور خاصة بهم وهذا تضم رحتها جالي بالنفسي عن المراهيقين وقدرية من استغراض هذه الصور في أمور أخرى ودعو بجموعة العلماء شركة انستغرام أنها تزور القادية اللايك لأنها تتخلق وحد المشكي أن تصور لا تدلقاش إيجاب بزاف نسبة للشباب تدلقها من حالة الإحباط وحالة العدم الرضا عن الدات نبضون هذا الكلام هو أن الإنسان ما بقاش يقلل على الصورة الداتية كما تسميها العلماء أنه يحدثين عنده واحد ما يسمى الصورة الداتية ذي المعنى السلة والتي تقلب على الصورة التي سيراها من آخرون عنه فبالتالي هو دائما ينتظر ماذا سيقول لنا الناس عنه من خلال إعجابه من خلال تعليقاته وهذا الأمر هذا تقليل إنسان الواحد لها الشاشة فصصية ما عندهش عمق في الفهم وفي الإدراك ذي المفاهيم والحياة وكذلك تقليل دائما ما عندهش واحد توافق مع نفسه دائما تربط بالريضة الداخلية بالريضة الخارجية أي أنه يتلقى إعجاب من الناس عادي يكون راضي على نفسه مسألة أخرى أساسية أعطي مثلا ما شنفهموها تنكون في واحد الرحلة في واحد الصفر في واحد المكان جميل جدا ونرى بأن جموع عظم الناس لا تعيش تلك اللحظة لأنهم يصورون ذلك المشهد ويقومون الارتقاط السلفية من أجل نشرها في مواقعهم التواصلهم الاجتماعية وهذا الأمر قال للعلماء إلا الناس ما تقوش يعملون ذلك التجاوب العاطفي والمجداني مع اللحظة مع الآن أصبح الكل يرى أو يبحث عن ما سيقول الناس عنه في هذه اللحظة وليس كيف يجيش هو تلك اللحظة على المستوى النفسي وعلى المستوى العاطفي وعلى المستوى الشروري تضيف الكتبة فكرة جميلة ورائعة وإن الصداقة من أهم القيم التي أسستها الإنسانية منذ القدم تكلم عنها الفلاسفة وتكلم عنها الملماء أن الصداقة والحب والتعاون لكن الصداقة التي نتكلم عنها اليوم بسبب هذه الجهدية الألفية هي صداقة طراضية قد تجد الشخص هديه ألف صديق على مستوى المواقع التواصل الاجتماعي ولكنه على المستوى المباشر تجد أنه في حياته اليومية شخص منعزل وليس لديه أصدقاء حقيقيين يتبادل معهم المشاعر يتبادل معهم مواطف يتشارك معهم موضوعات يقوم باللعب معهم وهذا الأمر يؤثر سلباً على شخصية الشباب لأن في الشباب نحتاج إلى التواصل المباشر حتى تنمو وحتى تكبر شخصيته وحتى نستطيع أن نندمج في سوق الشغل وفي سوق الحياة على المستوى الاجتماعي والتقاطي واقتصال إذا فتل ذلك هي واحدة الأخرى وهي التعاطف والقتل العالمة من خلال مجموعة هذه الدراسة القانونية باحثة معاهد أمريكية ومعاهد أسترالية كيف في الكتاب بالتفصيل أن الشباب التي تستعملوا وسائل التواصل بثبت ويدخلوا لهذه المواقع ويبقوا فيها لمدة ساعة طويلة في المهارة يومياً لأنه يقل عندهم التعاطف مع الآخرين وتكون عندهم ما يسمى حس الإنتوائية وحس العزلة وهذا الأمر متناقب مع الإنسان لأن الإنسان هو كإجتماعي ولكن هذه التقنيات تدخلنا أننا ندخل واحدة إنعيزان غير مباشرة بأننا ندخل إلى بيجنا نأخذ هاتف ونقوم بالتواصل ولكن هذا ليس تواصل حقيقي التواصل والتعاطف والتعاون يكون بالعملية المباشرة التي نتواصل بها من خلال العمل من خلال الصفاقات من خلال الحياة الاجتماعية الحقيقية وليس الحياة الاجتماعية الافتراضية من المضمونة ضمي حوال هذا هو أنه هناك صعوبة وهناك خطورة تنعيشها اليوم وهي أن واقع التواصل الاجتماعي في حياتنا الاجتماعي وأحياتنا التواصل فالذلك powered نحضر منها والنستعملها بشكل عاقلاني ليس كبسر Or two- qualche اليوم سوف نحاول بكم فضل الفصول التي توجد فيها الكثيفة حول تأثير الألعاب على الدمار على ما توقع عن هذه القضية؟ أن تنشد تريفون مدة قسمة يوم ساعة وتنصورات نتلقى الثالثة والثانب على السوء تقول العلمة أن الألعاب دفيديو عندها واحد من المنطقة وعندها واحد القواعد لأنه وخصنا في القضية أن الناس الذين يقرأوا الدمار وفهموا طريقة الاشتراع لهم هم الناس الذين يسمعوا التقنيات هم الناس الذين يسمعوا التقنية هم ماشي جوا صنعوها هم الناس الذين يسمعوا التواصل الاجتماعي وألعاب فيديو تشتغل من خلال واحد مجموعة عادية للحوافز التي موجودها في الدمار وهذه الحوافز هي الهرمونات السعادة وأهم هرمونات السعادة هو هرمونات الطاقية والألعاب للفيديو تتشجعنا أننا تنصف هرمونات الطاقية وخصوصا إذا كررنا هذه اللعبة مرة للمرة الثانية أخصى المستويات اللاعب للمشاركة الجماعية أول حاجة بمشاركة الجماعية أن هذه الألعاب فيها واحد من المشاركة خاصة الألعاب في الانترنت المسألة الثانية هي المستويات لذي اللاعب المسألة الثالثة وهي المكافأة أن كل مدى تنجح في هذه اللعبة تتلقى واحد المكافأة لا تنجح شيئا الشيء الذي تحفز هذا الهرمون من الضباب من الضباب ميزوين وتنفرزه في الرياضات وتنفرزه في مجموع هذه الحالات وهو طبيعي تنزل وتنفرز هذا الهرمون ولكن ما هو الإذمان؟ هو عندما يحاول إفلادههم بطريقة غير طبيعية لا تنزل المخدرات وتنزل المخدرات وتنزل الكحول وغيرها من الأمور السيبية نفس الأمر التي توقع في الألعاب تقول لما أعصب لأن هذه الألعاب تتضمر المخيات للإنسان وتخليه دائما تبحث على هذه الهرمونات وهي هرمون الضبابي لا يريد أن يقرأ لا يريد أن يشعر تشعر أنه مرتاح ومسألة أخرى هي السلوك العدواني تتقول الكثير من الكتاب أن السلوك العدواني الذي كان عند الشباب والمراحقين أهم العظمي لها الأساسية هي أن يدمنع الألعاب الإلكترونية التي فيها العنف والألعاب التي فيها الحرب والعنف والقوة والمجموعة المهارات ما توقع للمراحق؟ هو أنه توقع لألعاب الألعاب مدريل كتسوعة والأخص استيوميا تولي أن الواقع الافتراضي والواقع الحقيقي تشابه فهذا يوقع مجموعة الكواريت ووقعت مجموعة الحالات أنه شذر ضربوا أصحابهم في مجموعة الدول ووقعت مجموعة الصراعات ومجموعة العراقات للمراحقين بسبب الألعاب الأمر لا يعني أن كل الألعاب السلوكية تقول كثيرة في كتابيها لأنه كان مجموعة الألعاب التي يوقعها مجموعة من العلماء بدأت واحد للعبة وهذه اللعبة هذه تساعد الناس لي عندهم مثلا المشكلة الزهيمة أو الفقدات الذاكرة أنهم ينموا المهارات العقلية إذا نقارن بين تأثير السلوبي وتأثير إيجابي تلقى بأن التأثير السلوبي أقوى في مجال الألعاب وأن هذه الألعاب تتدمر الذاكرة وتتشتد الإنتباه للمراحقين وتتخللوا أنهم يكون عندهم واحد الهدف في الحياة حيث ما هو اللاعب؟ ما تريدون أن يكون لعب تسوية أو سبعة سوية وانا ما يكون لديهم أنه ليس واحد الهدف في الحياة والإنسان يكون لديهم في قمال النعاف تكون لديهم واحد الأهداف تكون لديهم طموحات تكون لديهم طاقة تخصوا القضياء وحالة دير القئاب وحالة دير عدم التقاف النفل لأنه ما قدش يقسم عرصه تقلب على اللعبة باش يهرب لنفسه ثم أخيرا الموضوع الذي يتكلم عنه الباحيتة في مجموعة الفوص الأخيرة وهو تأثير جوجل وما يسمى تأثير جوجل على التعلم والمعرفة القادة الباحيتة من خلال الدراسة أن الناس تستعملوا المحركات التي تحتفظ تعلمهم وتقلبوا على المعلومات السهلة لأنهم ما تذكرون هذه المعلومات لأن المعرفة والتعلم تحتاج مننا وحد العمق تحتاج مننا وحد الدراسة تحتاج مننا وحد المقارنات وحد المجموع هذه المعطيات وحالة تلقى أن بوجل تطلع ندائما المعطيات الأولى كيف أستطيع أن أكون متميزا كيف أنجحوا بسهولتي كيف أقوم بكتابة بحث باصل يعني ذلك المحركات البحثة تتبدأ في الصفحات الأولى هذا ما يجب الضرورة هي المحركات جيدة أو هي المواقع الجيدة للمعرفة والتعلم ومسألة الأخرى أنه الحفظ قال العلماء بأنه عندما نجدوا المعلومات بشكل سهل أننا لا نحفظ المعلومات بشكل عميق وكذلك لا يكون لدينا تفكير عميق لأن التفكير العميق ماذا يحتاج؟ لأن بعد كل القراءة يحتاج إلى تأمل وغوغل الطريقة بشكل تطلع المعلومات حالي لأنه يمكن المعلومات الأجليدة فلا نضع لأنفسها مسافة حتى مراجع أفكار التي قرأناها يعني مضمونا بذراسة هذه أنه جوجل هو طريقة السهلة للوصول لمعلومات أترتسل بين أكتائي المعلومات الجديدة وفي الأخر تدعوكم تقاوض الكتاب هذا كتاب رائع جدا لأنه يساعدنا أن نفهمه الطريقة التي تشتغل بها الدماغ كأباء باش نعرفه باش نتعامل مع أبناء دينا ونتعامل مع الناس اللي معنا وكاموراهيقين وكطلاب باش نفهموا العقل دينا بشكل جيد وكي باش أننا نتعامل عليه بطريقة سيلبية وخصنا حضراتنا منه بزاف وفي الأخير إذا أعجبكم من الفيديو ديروا لايك وما تنسوش تشترك في القناة وتبرتجيوا الموضوع مع الزومة لأيكم لأنه غيفي لكم بزاف تبقى الله عليكم